وخلونا دلوقتي مشاهدينا نروح لمحمود جميل من العالمين الجديدة واللي هيقول لنا آخر الأخبار والفعاليات من قلب المهرجان ومن بعده هنطلع لفاصل تفضل يا محمود مسائل فل عليك حلوة تان مسائل فل عليك يا بسانتو على كل أستاذ المشاهدين يعني هو تان شغل أكيد يعني فبنحاول أن احنا نوصل الصورة طبعا لأستاذ المشاهدين عن كل الفعاليات اللي بتحصل هنا في مدينة العالمين الجديدة والحياة الفعاليات اللي ما بتنتهيش على مدار اليوم مستمرة في كل الفعاليات وفي كل الأماكن المختلفة في مدينة العالمين الجديدة خلينا أقولك طبعا على اليوم النهاردة أو خليني أبدأ بالمكان اللي موجود فيه طبعا في النورث سكوير أحد أهم المناطق الترفيهية اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة والحياة كل يوم بيزيد الإقبال في الأماكن المختلفة يعني لو في المنطقة الشاطئية كنا معاكم من برح وحجم الإقبال الشديد اللي كان موجود من الأسر والأطفال وكل العائلات وكل الحقيقة الفئات ويمكن دي السمى الأبرز المميزة المهرجان العالمين الجديدة أنه لكل الفئات وكل الأعمار في النورث سكوير هنا كمان الإقبال كبير جدا سواء من مصر أو حتى الجنسيات العربية والأجنبية وكنا بنتابع ده منذ قليل وكنا يعني بنتكلم مع الناس اللي موجودة عن وجودها في مدينة العالمين الجديدة والحقيقة الناس كلها مبهورة بالتطور العمراني والوجهة السياحية المهمة في مدينة العالمين الجديدة والحقيقة يعني الناس مبسوطة وبتقدر أن هي تمارس كل الفعاليات المختلفة سواء الأطفال والسكيتينج أو كل الألعاب المختلفة اللي هنتكلم عليها طبعا واللي كانت موجودة النهاردة في المنطقة الشاطئية لكن الحقيقة النهاردة احنا كنا بنتابع زيارة مهمة جدا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بصحبة الأستاذ عمر الفئي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكن الحقيقة الزيارة دي كان بيصاحبهم كمان مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال كان فيه جولة طبعا لأهم الأماكن اللي بتستضيف فعاليات مهرجان العالمين الجديدة والحقيقة لما تكلمنا مع المستثمرين اللي موجودين النهاردة قد إيه في حالة إيجابية جدا جدا أولا عن المناخ الاستثماري اللي موجود في مصر واللي موجود في مدينة العالمين الجديدة وقد إيه لمدينة العالمين الجديدة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وكمان جاذبة لعدد كبير من الاستثمارات وتم التأكيد من خلال المستثمرين اللي التقنا بيهم إنه فيه تشجيع من الدولة للمستثمرين وللقطاع الخاص بدليل إنهم موجودين النهاردة في مدينة العالمين الجديدة بيطلعوا على كافة المشروعات وعلى كافة الأماكن اللي بتستضيف طبعا الفعاليات المختلفة وكل المستثمرين الحقيقة مبهورين بالإنجاز العمراني والسياحي اللي تم في مدينة العالمين الجديدة وبيؤكدوا كمان إنه هيكون فيه فرص استثمارية قادمة لهم وكمان فيه أصلا مستثمرين بدأوا في الفعل بالاتجاه نحو الاستثمار في مدينة العالمين الجديدة وطبعا تم الحديث عن قد إيه مهرجان العالمين الجديدة بيعمل حالة تسويق استثماري كبيرة جدا وبيجذب عدد كبير من المستثمرين بدليل إن نسبة الإقبال الشديدة سواء من المواطنين أو حتى نسبة الإشغال في الفنادق اللي وصلت لنسبة 100% بتصريحات عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وأكد على إن كل الفنادق في مدينة العالمين الجديدة نسبة الإشغال فيها وصلت 100% لحد نهاية شهر أغسطس فده طبعا دليل على الإقبال المتزايد من الزائرين ورواد مدينة العالمين الجديدة بالإضافة النهاردة طبعا كنا بنتابع بعض الفعاليات بقى المهمة الرياضية والخاصة بالاتحاد المصري للألعاب الترفهية الحقيقة كان موجود عدد كبير جدا من اللاعبين المشاركين في مختلف الألعاب بنتكلم عن أكتر من 700 مشارك في مختلف الألعاب شفنا الألعاب المختلفة شطران شفنا الطولة الضمنة شفنا الركض كل الألعاب سواء الثنائية أو حتى الجماعية كانت موجودة النهاردة والحقيقة كان فيه استحام كبير جدا في المنطقة الشاطئية وكل الألعاب الترفهية اللي بتتم من الاتحاد المصري تم التأكيد طبعا على أهمية وجودهم في مهرجان العالمين وهو المهرجان الأكبر والأطخم في الشرق الأوسط وأنهم كانوا لازم يكونوا حريصين على مشاركة اللاعبين في مدينة العالمين وأدئين اللاعبة مبسوطة بأنهم بيمرسوا الألعاب دي في وسط الأجواء الخاصة بمدينة العالمين الجديدة سواء طبعا على الشاطئ والاستمتاع بالشاطئ والاستمتاع ببحر مدينة العالمين الجديدة أو حتى الاستمتاع بمنظر الأبراج الجميل اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة فالحقيقة النهاردة كان فيه بطولة الألعاب الترفهية وهتستمر معنا طبعا على مدار هذا الأسبوع بالإضافة طبعا إلى الفعاليات الفنية اللي كانت موجودة على هامش الفعاليات الرياضية بنتكلم على فرق تابعة للنوبة وأسوان كانت تابعة لوزارة الثقافة قدموا في الكلور طبعا خاص بالتراث وبالنوبة وكان الحقيقة فقرات جميلة جدا النهاردة موجودة في المنطقة الشاطئية بالإضافة طبعا إلى أنه بيتم الاستعداد دلوقتي في المسرح الخاص بعرض المسرحيات لمسرحية السندباد للفنان كريم عبد العزيز ونلي كريم ومصطفى خاطر اللي هتنطلق بكرة إن شاء الله في أول يوم لها في المكان المخصص طبعا لعرض المسرحيات بالإضافة طبعا إحنا عندنا بكرة بقى بعض الفعاليات اللي هتبتدي في الأسبوع الخامس لمهرجان العالمين الجديدة بنتكلم طبعا بخلاف مصرحية السندباد هيكون عندنا افتتاح لمعرض الأسرة المصرية وده المعرض اللي بيقام بالتعاون بين وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والحياة فيه تعاون كبير جدا لعرض كل منتجات الهند ميد وكل التراث المصري الأصيل في المعرض ده ويمكن كنا بنتابع النهاردة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لإفتتاح المعرض بكرة إن شاء الله بالإضافة إلا أن بكرة طبعا هيكون عندنا استكمال مباريات ذاو الهمم في كرة القدم ومنتخب الساق الواحد هيكون على ملعب كرة القدم بكرة على الساعة 7 مساء وهيكون طبعا استكمال للبطولات المختلفة في كرة السلة هيكون عندنا فريق طبعا كرة السلة الرجال والسيدات في المباراة النهائية للباسكتبول بالإضافة طبعا إلى الاستعداد بقى ليه الحفل الكبير ليه الهضبة عمر دياب يوم الجمعة واللي الحقيقة يعني من خلال كلامنا مع الناس هنا كل الناس مستنية الحفلة وفيه الناس خلاص اللي حجزت التكت والناس اللي مستنية طبعا إن هي تحضر الحفلة ويعني إحنا متوقعين هيكون طبعا في إقبال كبير جدا على حفل الهضبة عمر دياب لأن إدارة المهرجان أعلنت على إن كل التذاكر تم حجزها باستثناء عدد محدود جدا من تذاكر المرحلة الثالثة فبالتالي تنوع الفعاليات خلى الحقيقة في إقبال كبير من الزائرين وأن كل اللي بيحب فعالية معينة أو زوق معين سواء في الفعاليات الفنية أو حتى الفعاليات الرياضية بيكون موجود بالإضافة طبعا إلى الفعالية الخاصة بتأجير العجل اللي بازالت موجودة وبدأت من إمبارح وأن الحقيقة الناس مبسوطة جدا بالموضوع ده وبدأوا أنهم يأجروا العجل في المنطقة الشاطئية ويعيشوا بقى جوالات وسبقات مختلفة فالحقيقة في حالة انبساط جميلة هنا بين كل الناس اللي موجودة ومختلف الفئات ومختلف الأعمار ويمكن حتى لما بنتكلم مع الناس على أنهم بيقضوا يومهم إزاي في مدينة العالمين الجديدة فالحقيقة وهو بيتكلمنا تقريبا ما فيش وقت بيضيعوه هو كل الأوقات وعلى مدار اليوم بيتم استغلال كل الأماكن وكل المظاهر السياحية المختلفة في مدينة العالمين الجديدة سواء الصبح طبعا بالاستمتاع بالبحر ومية العالمين الجميلة أو حتى بعد انكسار لدرجة الحرارة الشوية ما هو التاند من بحر العالمين صح؟ وكل الأماكن المختلفة من التصوير على بحر العالمين يا بسانتي يعني عايزة أقولك يعني التصوير على بحر العالمين للأمانة حلو 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 كمان صدقني أجواء حلو نحاول على قد ما نقدر أن نحن نوصل الصورة لأستاذ المشاهدين طبعا وأن نحن نوصل لهم الجمال اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة والروح الحلوة اللي موجودة والاستمتاع بمية العالمين الجميلة اللي ان شاء الله هنستمتع بها يعني انتوا عمين موجود كبيرة يا محمود لكن على قد ما نقدر بنحاول لأدل الصورة للمشاهدين عارفين تنقلولنا يعني الأجواء بالضبط يعني كأننا موجودين هناك فبنشكرك يا محمود على نقلك للفعليات والأحداث والأجواء اللي بتحصل فيه مهرجان العالمين بنشكرك